في دولاب التحرك السريع نحو تأمين سلامة الأرض العراقية يجلس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج في البيت الإيراني الرسمي بناء على دعوة رسمية من أذيره علي شمخاني تتحدث مصادر سحفية عالمية عن تصدر لقاء عنوان نتائج الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن محور الاهتمام الإيراني في تمرير رسائل الموقف الإيراني الرسمي من التواجد الأمريكي في العراق رسالة طهران التي تقول أن أمريكا أكبر عنصر مزعزع للأمن ونشر الإرهاب داعية بغداد إلى إخراج القوات الأمريكية لم تكن هذه الرسائل مصادفة أن تعلنها إيران سريحة على الملء وتمررها لأكثر من مرة عبر قنوات الاتصال السياسي مع بغداد من وجهة نظر البعض تعد تدخلا في شأن بغداد وعلاقتها الدبلوماسية مع الإقليم والعالم تحاول إيران تأكد عودة عناصر داعش باتهام مباشر إلى أمريكا ودعمها التنظيم لكنها في ذات الوقت تقرأ على أنها تهميش إيراني في عدم الحديث عن ممارسات ميليشياتها المسلحة في العراق والمنطقة محدثات رسمية بين الشخصيتين الأمنيتين حول قضايا ثنائية بين البلدين ومثلها إقليمية ودولية يبحث العراق من خلالها عن إيجاد حلول تؤمن الاستقرار على الساحة المحلية واحترام سيادة القانون بعد أن تعظمت تجاوزات عصابات سلاح المنفلت والموالية لإيران في طريق قد تؤدي لانهيار المنظومة الأمنية في البلاد